السلام عليكم ما زلنا في الفصل العاشر من جنود من التشغيل الأكاديمي وصلنا إلى ما يسمى بالدسك مارجمنت الدسك مارجمنت اللي هو إدارة الأقراص الصليبة أو أي نوع من النوع الذاكرة الثانوية والذي هو جزء من وظائف نظام التشغيل عادة مثل ما ذكرنا أول ما يبدأ استخدام القرص هناك ما يسمى باللوليفال فورماتنج أو الفيزيكال فورماتنج اللي هو التهيئة الفيزيائية أو التهيئة وواضعة المستوى والتي يتم فيها تقسيم القرص إلى مجموعة من السكترز والتي يستطيع قراءتها وكتابتها المتحكم بالأقراص والذي مثل ما ذكرنا هو عبارة عن كنترولر موجود في داخل القرص يتصل مع الكنترولر الموجود في داخل الحاسبة اللي يتبادل البيانات ما بين الماثر بورد والهارد ديسك أو السيكوندري ميموري كل مقطع يحتوي على المعلومات الرئاسية أضافة للبيانات المخزونة في داخله وكذلك تصحيح الأخطاء عادة تنمية 512 بايت ممكن أن تكون بشكل طبيعي 512 بايت ولكنه ممكن أن تكون أكثر أو أقل لكي نستخدم القرص في حفظ ملفات أو خزن ملفات نظام تشغيل يحتاج إلى تسجيل وضع وضع هيكل بيانات الخاص به على القرص يتم ذلك من خلال التقسيم أو التجزئة يعني تجزئة القرص يعني هنا هنا طبعاً يتم تقسيم القرص إلى واحد أو أكثر من المجاميع أو المجاميع المجاميع الاسطوانات كل واحدة من التين يتم معاملتها على أنه هي قرص منطقي مستقل هنا هذا ما يسمى باللوجيكال فورماتنج أو التهيئة المنطقية هو إضافة نظام الملفات إلى الأقرص لكي تكون جاهزة للإستخدام من قبل نظام التشغيل لزيادة الكفاءة أيضاً لزيادة الكفاءة أنظمة الملفات يتم جمع هذه البلوكات في عناقية الـ يعني عمليات الإدخال والإخراج الخاصة بالدسك يتم إجراءها يعني من خلال استخدام البلوكات وعمليات يعني نقل ملفات ما بين إجراء الإدخال والإخراج يتم عملها من خلال الـ أي أنه البلوكات المتعددة يتم جمعها في كلسترز كل هذه الكلسترز هي عبارة عن ملفات يعني اللوجيكال فايلز الـ الـ طبعاً يعني إذا كان هناك وصول يعني خام إلى الأقراص من قبل بعض التطبيقات والتي تحتاج أن تقوم بإدارة هذا الجزء من القرص بطريقتها الخاصة فالنظام التشغيل سيكون خارج العملية بهذه الحالة مثل من أنواع البيانات التي تقوم بهذا الشيء هي Data Base Management Systems اللي هي أنظمة إدارة قواعد البيانات الـ هنا طبعاً قعدنا بلوك خاص اللي هو يقوم بعملية الاستنهاض اللي بدء النظام موج مخزون في الـ ولي هو موجود في ذاكرة من نوع الـ ذاكرة القراءة فقط اللي هو هذا أول جزء من أول برنامج يتم تحميله وتنفيذه عند بدء تشغيل الحاسوب اللي هو برنامج تحميل الـ أيضاً يتم خزنه في الـ يعني يتم خزنه في بلوكات الاستنهاض الموجودة في مقطع الاستنهاض الموجود يعني عادة أن يكون هو في السكتر 0 في يعني الـ مثل مثل أيضاً طرق تسمى مثل المقاطع الاحتياطية تستخدم للتعامل مع هذا هو شكل مبسط للبوتنج فقط في نظام الويندوز أكدنا في البداية مثل ما ذكرنا في السكتر 0 فالشيء يسمى الماستر بوت ريكورد والذي هو هذا عادةً إذا انضرب أو حصل به مشكلة معينة راح يؤدي الحاجة إلى إعادة تهيئة القرص الصلب كله لن يكون مستعداً يتنصيب أي نظام تشغيل إلا إذا تمت عادة تهيئته من نوع التهيئة اللي هي الـ هذا طبعاً يحتوي في داخله على الـ بوت كود اللي هو الكود الخاص بالاستنهاض والبارتشن تايبل اللي هو جدول التقسيمات الخاصة بالقرص الصلب البقية طبعاً البارتشن تايبل بعد ذلك يتم اعتمادها لمعرفة كل بارتشن أو كل جزء من أجزاء القرص المنطقية ما هو عنوان بدايتها وعنوان نهايتها وتقسيمها من خلال البوت بارتشن النوع آخر من النوع الوظائف التي يقوم بها النظام تشغيل لإدارة الذواكر الثانوية هو ما يسمى بالـ إدارة المساحة الاحتياطية ومساحة الاستبدال الـ هي عبارة عن ذاكرة افتراضية تستخدم جزء من مساحة القرص الصلب كامتداد للذاكرة الرئيسية يعني سابقاً في نظم التشغيل القديمة كان ممكن أنه نستخدم هذه الخاصية أنه نقوم بإضافة يعني مثلاً إذا كان لدينا الرام هو 512 ميجا بايت أو 1 جيجا بايت وكانت لدينا برامج ثقيلة أو تحتاج إلى رام أكبر كان هناك فدميزة في الويندوز أنه تقوم بإضافة جزء من الـ ديسك سبيس يكون هذا عبارة عن يعني بشكل افتراضي هو جزء من الرام أو من الـ أو الـ طبعاً الآن هو يستخدم بأقل لأنه أحجام الذاكرة الرئيسية بدأت تكون أكبر وأكبر فليس هناك حاجة حقيقية لهذا النوع من الإعدادات أو يعني ذاكرة افتراضية نأخذها من الـ هارد ديسك لكي نضيفها إلى الرام السواب سبيس يمكن أن يتم أخذ المساحة الاستبدال يعني بشكل طبيعي من أنظمة الملفات الطبيعية أو بشكل أكثر يعني دقة أو أكثر يعني انتشاراً يمكن أن تكون هي جزء من قرص مستقل يعني يتم تهيئة الـ هارد ديسك بحيث أنه يكون مثلاً مجموعة من الأقراص تعمل بشكل طبيعي ضمن نظام الملفات الطبيعي وهناك واحد من الأقراص يتم تركه رو يعني خام بدون تهيئة ويكون هو مستعداً يمكن يكون جزء من الذاكرة الرئيسية إذا تم ضبط أعدادات السواب سبيس السواب سبيس منجمنت أيضاً في أنظمة التشغيل المختلفة ممكن في نظام 4.3 PSD يقوم بتخصيص السواب سبيس وين بروسيس ستارتس يتم تخصيص جزء من الذاكرة التانوية كذاكرة رئيسية عندما تبدأ العمليات بالعمل ويتموضع في التكست سيجمنت اللي هو مقطع الكود أو البروغرام يعني النصوص الخاصة بالبرنامج في داخلها والداتا سيجمنت يتم تقسيم السواب سبيس إلى قسمين اللي هو الجزء الخاص بالبرنامج اللي هو الكود والجزء الخاص بالبيانات التي يعمل عليها هذا البرنامج Kernel uses Swap Maps to track Swap Space Uses طبعا نواة النظام تستخدم ما يسمى بال Swap Maps اللي هي خرائط الاستبدال لكي تتبع مساحات الاستبدال وكيف يتم استخدامها من قبل العمليات المختلفة في نظام Solaris 2 allocates Swap Space only when the dirty page is forced out of the physical memory هنا Solaris يختلف عن نظام PSD بحيث أنه لا يقوم بتخصيص مساحة استبدال إلا إذا كان هناك Dirty Page أي أنه Page تم العمل عليها وتعديل بعض محتوياتها من قبل برنامج معين إلا إذا أجبرت هذه Page على مغادرة الذاكرة الفيزيائية بسبب حصول Page Fault وبعد ذلك Not when the physical virtual memory page is first created يعني بخلاف PSD هنا فقط يتم تخصيص الـ Swap Space إذا كان هناك Page معدلة تحتاج أن تخرج من الذاكرة الرئيسية فبدل أرجاعها إلى الذاكرة الثانوية مباشرة يتم وضعها في جزء من الذاكرة الثانوية اللي هو الخاص اللي هو اسمه Swap Space طبعا بخلاف PSD التي كانت تقوم بإستاذ الذاكرة الفيزيائي virtual عند بدء تشغيل الـ A page الـ File data written to a swap space until write to file system requested هنا طبعا البيانات يتم كتابتها في هذه المساحة مساحة الاستبدال حتى نحتاج إلى كتابتها بشكل نهائي إلى الـ Hard Disk عندما ننقر على Save أو ننقر على غلق البرنامج بعد ذلك ستنتقل من الـ Swap Space إلى مكان خزنها النهائي في الذاكرة الثانوية Other dirty pages go to a swap space due to no other home يعني الصفحات الـ Dirty اللي هي معدلة أو تذهب إلى الـ Swap Space لأنه لم يعد لها مكان في مساحة الـ Swap Space الـ Text segment pages throw out and re-read from the file system as needed طبعا المقاطع الخاصة بها الـ Text يتم إخراجها أيضا ويتم عادة قراءتها من قبل نظام الملفات عند الحاجة لها فقط هنا عدنا هذا سؤال مهمة If a system runs out of Swap Space يعني إذا كنا قد خصصنا مثلا 1 GB من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية ما الذي يحصل إذا انتهت هذه الذاكرة الثانوية؟ طبعا هنا بشكل طبيعي مثل ما يحصل عندما تنتهي أو تمتل الذاكرة الرئيسية بشكل طبيعي يعني إذا كانت الذاكرة الرئيسية مثلا 1 GB وقمنا بإسناد 1 GB أخرى اللي هي ذاكرة افتراضية مضاف إلى الذاكرة رئيسية وكلهما امتلأت فأما أنه يبدأ نظام التشغيل بتقليل بدرجة تقليل عدد البرامج أو العمليات التي تعمل في الوقت الواحد أو هناك حل أنه بعض الأنظمة تقوم باستماح بـ يعني عدة مساحات لإستدلال البيانات تعمل بهذه الطريقة هنا أدنا فالوصف لـ Data Structures for Swapping هنا أدنا هذه الـ Swap Area يتم تقسيمها على شكل صفحات طبعا الـ Swap Partition أو Swap File ممكن أن تكون هي الـ Text Sector أو Data Sector يعني ممكن أن تكون هي خاصة بـ كود أو خاصة بـ Data وهنا أنا أدنا الـ Swap Map يعني خارطة الاستبدال التي من خلالها نستطيع معرفة ما هي الصفحات المستخدمة وبالصفحات غير المستخدمة يعني صفحة مثلا المستخدمة هذا رقم واحد مستخدمة رقم ثلاثة مستخدمة رقم واحد مستخدمة أما رقم صفر هذا يدل على أنه هي مازالة فارغة غير مستخدمة ممكن استخدامها للبرامج في المستقبل أيضا واحدة من الأمور التي توفرها يعني أنظمة التشغيل لإدارة الذاكرة الثانوية هي ما يسمى بالـ RAID RAID اللي هي Redundant Array of Expensive Discs اللي هي الذاكرة أو المصفوفة الإضافية للأقراص الرخيصة أو الغير غالية هي طبعا رح تكون عبارة عن مجموعة من الأقراص الصليبة التي توفرنا reliability via redundancy مجموعة من الأقراص الصليبة التي توفرنا الوثوقية من خلال الزيادة أو الإضافة redundancy عادة عندما يعتم ذكرها مع الذاكرة تدل على أنه هناك نسخ احتياطية يعني كل مجموعة من البيانات هناك نسخ احتياطية لها بحيث أنه إذا حصل أي خطأ في البيانات الأصلية هناك backup هناك Redundancy يعني خزن إضافي لكي نستطيع إكتشاف الخطأ وإرجاع البيانات إلى حالتها الأصلية طبعا هذا رح يزيدنا معدل الزمن حتى حصول الخطأ معين وطبعا نحن دائما نحتاج أنه زيد معدل الزمن حتى حصول الخطأ الهارد ديسك أو أي نوع من أنواع الذاكرة يقللنا معدل الزمن حتى إصلاح الخطأ وبالنتيجة هائية رح يقللنا مين تايم تو داتا لوس أو يزيدنا مين تايم تو داتا لوس هو اللي هو يعني معدل الزمن حتى فقدان البيانات إذا كان هناك قرص تم استنساخه يعني هنا أخذت له صورة في المرآة أو استنساخ يعني إذا نوسخ قرص معين وفشلة يعني اندمدت لوحدهي consider a disk with 1300 مليون و300 second or millisecond mean time to failure and 10 hour mean time to repair هنا أنا على المود نحسب ال mean time to data loss رح تكون هي عبارة عن 100 100 ألف تربيع مقسومة على 2 في 10 واللي هي ساوينا 500 في 10 أو 6 أورس واللي هي تقريبا 57 ألف سنة فهنا نقدم معدل الزمن لفقدان البيانات ورح يكون هو 57 ألف سنة إذا كان لدينا القرص يحتوي على مليون و300 ألف mean time to failure و10 ساعات mean time to repair هذه الحسابات التي من خلالها نستطيع الحساب ال mean time to data loss ممكن أيضا تأتي على شكل مسألة أو سؤال في الامتحان عادة ال RAID يتم دمجها مع ال NVRAM لتحسين أداء كتابة البيانات several improvements and disk use techniques involve the use of multiple disks working cooperatively الكثير من التحسينات تم إضافتها لاستخدام القرص من خلال استخدام مجموعة من الأقراص التي تعمل بشكل تعاوني فيما بينها أيضا أن ما يسمى بالDisk Striping اللي هو جمع بمجموعة من الأقراص أو مجموعة من الأقراص الصريبة يعني سوية في مجموعة as a one storage unit كوهدة خزن واحدة ال RAID طبعا إذن يتم تقسيمها إلى ستة مستويات مختلفة RAID scheme improves performance and improves reliability مثل ما ذكرنا يعني RAID مختلف طرقها أو مختلف أنواعها تعمل على تحسين الأداء وتحسين وثوقية النظام of the storage system by storing redundant data من خلال خزن بيانات احتياطية أو إضافية الميرورينج أو shadowing اللي هو النسخة الاحتياطي أو عمل نسخة نسخة ظل هذه موجودة في RAID رقم واحد يعني النسخة الأولى من ال RAID اللي هي keep duplicate of each disk تقوم بحفظ نسخة من كل الأقراص طبعا هذه النسخة المختلفة راح نتحرف عنها بإنقلال يعني الرسومات في السعادات القادمة إن شاء الله Striping mirrors اللي هي موجودة في RAID one plus zero or mirroring stripes اللي هي zero plus one هذه أيضا توفر لنا high performance and high reliability يعني كفاءة عالية أو أداء عالي وكذلك وثوقية عالية النوع الآخر اللي هو block interleaved party أيضا هذه الparity عادة هي تكون يعني عبارة عن خزن مجموعة من البتات التي تبعبر عن قيمة الparity اللي هو هل عدد الوحدات زوجي أو فردي في نوع مجموعة من البيانات وهذه توجد فيها ثلاث أنواع لها ريد أربعة وخمسة وستة uses less redundancy هذه فقط لا تقوم بنسخ كل البيانات وأنما تقوم بحساب عملية معينة لحساب عدد الوحدات أو عدد الأصفار في block من البيانات وخزنها وبالتالي راح تستخدم redundancy أقل يعني راح تستخدم بيانات أقل بدلا ما كنا نقوم بنسخ كل البيانات هنا راح نقوم فقط بخزن مجموعة من الأصفار والوحدات اللي هي الأرقام التي تدل على الparity الخاص بهذه البيانات الرائد within storage array can still fail if the array fails يعني هنا الرائد إذا كانت هي موجودة ضمن مصفوفة خزن أيضا ما زالت هي قابلة للفشل إذا كانت مصفوفة كلها في حالة فشل So automatic replications of the data between arrays is common وبالتالي فإن عملية الreplication اللي هو يعني نسخ نسخ إضافية بشكل أوتوماتيكي ونقلها ما بين المصفوفات هو شيء شائع وموجود في array Frequently small number of hot spare disks are left unallocated عادة يعني العدد صغير من الhot spare disks اللي هي الأقراص الاحتياطية الساخنة الhot يقصد بها أنه هي قابلة لنسخ البيانات من وإلى on the run يعني بشكل دائمي عادة يتم يعني تركها بدون تخصيص automatically replacing a failed disk يتم استخدامها بشكل أوتوماتيكي لاستبدال الأقراص الفاشلة أو التالفة أو التي تحصل بها يعني فقدان البيانات and having data rebuilt onto them ويتم عادة بناء البيانات في داخلها إذا كان هناك خطأ في بعض الأقراص هنا نلاحظ بأنه هذه الست مستويات للرايد الرايد zero هو non redundant stripping اللي هي فقط يتم جمع البيانات مجموعة الأقراص في group واحد أو storage unit واحدة الرايد واحد هي عبارة عن mirrored disks يعني إذا كانت لدينا أربعة أقراص تحتوي على البيانات الأصلية فهنا رح تكون لدينا أربعة أقراص أخرى تحتوي على النسخ الاحتياطية لهذه البيانات الرايد two اللي هو memory style error correction codes هنا حتى إذا كانت لدينا أربعة أقراص فأن النسخ الاحتياطي الخاص بي رح يكون أقل من عددها لأنه هنا رح يتم خزن error correction codes اللي هي كودات تصحيح الأخطاء مشرط نقوم بنسخ كل البيانات وإنما نقوم بنسخ عدد كافي من البيانات يكفي لاستعادة البيانات الأصلية إذا كان هناك أي خطأ لأنه هي مثل من اسمها يعني error correction codes كودات تصحيح الأخطاء الرايد من النوع الثالثي اللي هو bit interleaved parity هنا أنا فقط يقوم بحساب الparity اللي هو زوجية الواحدات في البيانات على مستوى الbit الواحد فتلاحظ بأنه هناك العدد كبير من البيانات الأصلية ولكنه الparity الخاص بها أو redundancy أو الرايد الخاص بها هو صغير جدا النوع الرابع من الرايد اللي هو block interleaved parity هذا أيضا يقوم بحساب الparity ولكن على مستوى الblock الواحد وأيضا حجمه صغير جدا مقارنة بحجم البيانات الأصلية النوع الخامس من الرايد اللي هو block interleaved distributed parity هنا في داخل البلوكات البيانات نفسها يتم حفظ الparity في جزء من عندها واللي هو عبارة مثل ما ذكرنا يعني عبارة عن عدد الواحدات أو عدد الواحدات أو الأصفار هل هو زوجي أو فردي في بلوك معين فهنا في داخل كل واحد من هذه الأقراص هناك سكتر صغير يتم حفظ الرايد في داخله الرايد السادس اللي هو pzq أيضا هنا راح يكون ممكن أنه تكون بعض الأقراص تحتو على parity صغير ممكن بعض الأقراص تحتو على parity كبير جدا لأنه راح يكون جزء صغير من عنده هو البيانات والجزء الأكبر من عنده راح يكون هو عبارة عن redundancy لبقية الأقراص فهذه الأنواع المختلفة للرايد الموجودة ومتوفرة فيه نظم التشغيل اليوم أيضا هناك الفرق ما بين الرايد zero plus one and الرايد one plus zero بالنسبة للرايد zero plus one إذا كان لدينا خفظ خطع معين راح يكون الميرور يتم تناقله من الجروب الأول إلى الجروب الثاني يعني من البيانات الأصلية راح تتصل بالباك أب ستور اللي هو الريدانسي وتقوم بتصحيح الأخطاء أما الرايد one plus zero راح يكون هنا العملية تختلف السترايبس هنا أو جمع البيانات راح يكون على شكل يعني one to one بحث أنه إذا كان هناك خطأ في واحدة من الأقراص راح يتم فقط الاتصال بالقرص الآخر اللي هو يحتوي على الريدانسي الخاص به وليس في كل الأقراص يعني ليس هناك حساب لكيفية معرفة الخطأ والتصيحه إنما سيكون هناك اتصال من نوع one to one ما بين كل ديسك والميرور الخاصة به الجزء الأخير من هذا الفصل إن شاء الله راح يكون عن اللي هي تتوفر في يعني نظم التشغيل لإدارة الذاكرة الثانوية هذا إن شاء الله راح يكون في الفصل المحاضرة القادمة خليكم يعني شكرا جزيلا ومع السلامة